لذلك أرجع وأقول أيضا نرجع ونقول أنك تنتبه إلى صيغة السؤال تنتبه إلى صيغة السؤال يعني أنا على شنو ده أسئلك يعني من أسئلك أقول لك انطيني فد مثال على نبتة كانت تستخدم سابقا بالسموكينج سيسيشن أنا أقصد اللوب اللين بس ما حجيت لكي إياها بشطرة مباشرة تنتبه على صيغة السؤال هذا هو المغزة أنه أنت تعرف ومن تقرأ تفهم فإحنا أخذنا المثال الأول كان لوب اللين عرفنا أنه يستخدم بالسموكينج سيسيشن سابقا وبعدين إن شاء من الأسواق هو يستخدم بالأسفكسيا فممكن أسئلك وأقول لك مثلا which of أو انطيني مادسان البلانت كانت تستخدم فبهل حالة أنت شرحت الطيني فقط اللوب اللين يعني أنا راح أوجهك إلى النبتة اللي أنا أريدها لذلك كل شي تنتبه على منطوق السؤال يعني مو تكتب أي شي يعني مو تكتب أي مثال أنا محددتك بالمثال اللي أنا أريده أوكي فهاي طريقة القراءة أريدك تقرأ بالتركيز وبتمعهم تفهم المادة وتعرف على شنو قاعد تدرس تنتبه هنانا على اللوب اللين انتبهت على اللوب اللين هنا اللوب اللين هاي باي بيريدين أوكي فهذا مثال على الباي بيريدين فممكن أنا أيضا مثل ما قلت لك لا تحفظ الستركتر لكن أنا أقدر أجيب لك الأسئلة بشكل مختلف بدون ما أنت تكون حافظ الستركتر لكن فاهمه أنه هو related لهذا الكلاس أيسا نيجي على النبتة الثانية وهي التوباكو اللي هي النيكوتين 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 لسنة المالتا توباكو البيولوجيكال سورس أيضا نيكوتيانا توباكو من تكتب ليها هاند رايتنك خطين جواها وتكتب لي الفاميلي دائما جيوغرافيكال سورس هو أكثر شي موجود بالهند بإنديا ينايتد ستايت شاينة اند برازيل من هذا السلايد أريدك تعرف اسم النبتة توباكو واللي هي النيكوتين وتعرف لي البوتانيكال سورس بعدين يجي تنطيتك الشكل مالت النبتة شون تكون موجودة بس حتى تتعرف عليها وإحنا قلنا إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى قلنا النيكوتين هو يصنع بالروتس ولكن ينتقل إلى الليفز وبالتالي أنا من أريد أخذ الألكالويد as nicotine يعني أخذ الليفز وليست الروت ناو هسا نيجي نشوف من وين جتهاي التسمية نيكوتينيانا was named after Jim Nicot وهو فرنش دبلومات who introduced to both of Europe إذن هو فرنسي فرنسي هو اللي كان اللي جاب الأوراق هذي مات النيكوتين للتدخين التوباكم refers للإنديان نيم اللي هو البايب اللي هو يدخنون به فمن هنا إجت تسمية النيكوتينيانا توباكم سوى النيكوتينيانا جتي على أساس الفرنش دبلومات اللي هو النيكوت وتوباكم إجت الاسم من البايب اللي هو يستخدم بالتدخين هل هاي المعلومة مطلوبة عندك؟ لا هاي for your information نيجي بعدين على الكميكال كونستيتيوانت والنيكوتين هو المين بريدين الكالويد انتبهتوا إذا النيكوتين هو بريدين بينما اللوبلين هو باي بريدين انتبه أوكي من هذا البلانت إذن إذا المين أكتف كونستيتيوانت هو النيكوتين هذا الستركتر مطلوب منك تحفظه أريد تحفظ الستركتر مالتينيكوتين لأنه إلي أهمية كل شهوية وأحنا يعني أغلب المستحضرات الصيدلانية والأشياء اللي أحنا دائما ننبه الناس إلى الإقلاع عن التدخين لذلك كلش مهم أنك تعرف الستركتر مالتين فالستركتر مطلوب الستركتر مطلوب إذا تذكرون إحنا قلنا كل الألكلويد هما صولد إكسبت نيكوتين صح؟ وبيلوكاربين فالنيكوتين يكون هو بشكل لكويد فهاي من ضمن الإكسبشن اللي أخذناها بالمحاضرة رقم واحد اللي بزهننا قلنا اللي نأخذها اللي تحتوي على الألكلويد واللي هي حيصير بها السموك وهو إلى بوزنس إفكت إذن من هذا السلايد تعرف الكيميكال كونستيوينت اللي هي النيكوتين هو مثال على البايريدين الكالويد وتحفظ للستركتر مالتين وهو لكويد حتى تعرف كل الزيان إنه بقية الالكالويد قلنا صولد ما عدا نيكوتين أنت بلوكاربين نجي بعدين الفارمكولوجيكال أكتيفتي مالتين النيكوتين بصورة عام ما شلون يشتغل النيكوتين هو غانجليونيك or nicotinic cholinergic receptor agonist with a complex pharmacological action طبعا هذا راح تأخذونا بالفارمكولوجي أنتو صف ثالث أيضا تعرفون الغانجليونيك receptors الكولينرجic receptors والأدرينرجic receptor فهو من جماعة الكولينرجic receptor نيكوتين from tobacco induce stimulation and pleasure يطي هذا المفؤول اليوفوريا والإحساس إنه أنت مرتاح and reduce stress and anxiety smokers come to use nicotine to modulate their level of the erosal and mood control for daily life يعني هو حتى يساعد على التركيز وكثير من الناس يدخنون حتى يساعدهم التدخين على التركيز من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا إنه ينطيهم هذا المفعول أو إنه هو مرتاح أوكي وتروح للإنكزايت طبعا هذا ليش لأنه لأنه النيكوتين أيضا يحفز مادة يسموه دوبامين يزيد إفراز الدوبامين هاي الدوبامين يشعرك أنه أنت مرتاح ولذلك التدخين يسبب نوع من الإدمان اللي يدمن على التدخين ما يقدر بسهولة يعوفه لأنه ينطي هذا المفعول اليوفورية أو سوري يعني الدوبامين إفكت ولذلك أحنا حتى نبطل التدخين يبدون ينطونا دوزز مالتنيكوتين بدرجة أقل شوية شوية إلى أنه يبطله بالضبط مثل ما هو يكون مدمن خلينا نقول على المورفين همينا ينطونا أنالجيسيك مشابه للمورفين بس بدرجة أقل شوية شوية إلى أنه يبطل من المين أكتف اللي هو المورفين فإذن هو أيضا عنده هذا الادكشن النيكوتين فالذلك من يوقف التدخين فجأة هذا رح يطلع للسيمتم إنه حيكون عصبي متعصب رحيصر عنده irritation يحيص نفسه عنده difficulty بالsleeping أمور اللي ما تكون يصر به الدستربانس ليش لأنه متعود على جرعة معينة من النيكوتين كان داياخذها زيان الوذدرول سيمتم اللي هي irritability depressed mood restlessness and anxiety problem getting along with friends and family يصر عصبي وذلك ما يحب يطلع ويا friends والfamily difficulty بالconcentration رح يكون عنده صعوبة بالتركيز وزيادة بالجوع increase hunger eating and insomnia وكريفن إلى التوباكو هاي السلايد مطلوب من عندك تعرفه مطلوب هذي كلها لازم تعرف شنو الإفكت من النيكوتين ومن أبطل التدخين شنو رح يصير عندي الإفكت هذا مطلوب يعني من ضمن الأشياء الموزينة بالنسبة للنيكوتين ومو فقط الأدكشن أو الإدمان وإنما أيضا عنده الكثير من الإفكت اللي هي ممكن تكون على الهارت reproductive system على اللنغ وعلى الكيدني وكثير من الستاديز أثبتت أنه إلى كارسينوجينيك بوتينشيال يعني هي مادة مسببة للسرطان ولذلك دائما تشوفون أكوفة warning على كل باكيت ما السيغار من تشتري أنه هو يسبب سرطان وخصوصا سرطان الرئة إذن راح تحفظ لي الاسم مالت النبتة والبوتانيكال تحفظ الفرمكولوجيكال اكتيفتي النيكوتين ستركشار مالتة المين اكتيف كونستيوان هسا نجي على المستحضرات الصيدلانية اللي موجودة بالنسبة للنيكوتين النيكوتين يوجد كمستحضر الصيدلاني بشكل أما پاتشز اللي هي هاي اللزقات مالت التدخين وأيضا يكون موجود بشكل علج قم وأيضا يكون موجود بشكل لوزنجز ممكن أيضا يكون بشكل انهيلر أيضا مثل شكل الججارة ليش هاي موجودة هاي البرودكت هاي البرودكت نسميها سموكينج هي موجودة ولا زالت موجودة نستخدمها للشخص اللي يريد يقلع عن التدخين إذا واحد يريد يقلع عن التدخين طبعا أكفة نوع من الكوستشنير الأسئلة اللي نسأل هي يسموها نيكوتين ديبندنس سيرفي أو كوستشنير من خلال هاي الأسئلة اللي رح نسأل هي رح نعرف الدرجة مالة الإدمان مالته فإذا كانت الدرجة مالة هاي البرودكت بلس إنه شوية شوية نسوي تايبرينج داون كمية السقائر اللي يتخنها إلى أن يبطل إذا كانت درجة الإدمان جدا عالية نتحول إلى أدوية الأدوية مثل تشامبكس وهذا دون يكون عنده نفس الإفكت مالة النيكوتين بشكل أقل ويأخذ حبوب بشكل حبوب هذا إذا كان عنده الإدمان قوي هس احنا نجي على الفارماسوتيكال البرودكت اللي موجودة بالسوق اللي يحتوي على النيكوتين أول شي أقو عندي الباتشز هاي الباتشز تكون أقو عندنا يسموها ستب 1 ستب 2 وستب 3 شنو الاختلاف ببيناتهم التركيز فالستب أول يكون هو تركيز عالي 21 الستب الثاني 14 والستب الثالث 7 هذا شون نبدي بيها نبدي انه حسب درجة الإدمان مالة الشخص اذا كان درجة الإدمان مالة الشخص عالية جدا فنستخدم ستب 1 اللي يكون تركيز عالي للنيكوتين نحض هاي اللزقة مدة 24 ساعة ويفضل انه قبل ما ينام يشيلها أصلا ونستخدم مدة 6 أسابيع وراء 6 أسابيع ننزل نروح للدرجة الأقل وراء بعدين نروح للدرجة الأخيرة وهكذا إلى أنه يتوقف عن التدخين وهذا يأخذ تقريبا 3 شكرا